7000 طفل قتلوا أو أصيبوا بإعاقات دائمة بسبب الحرب العبثية التي افتعلتها ميليشيات القوثي هذا ما كشف عنه تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف المنظمة أكدت في تقرير أصدرته الخميس الماضي أن الحرب في اليمن أدت لمقتل 2000 طفل وإصابة 4800 ألف آخرين منذ العام 2014 بعد أن سيطرت ميليشيات القوثي على المدن بقوة السلاح كما تسببت في نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى مناطق علها تكون أكثر أمنا هربا من بطش الجماعة الحوثية التقرير أشار إلى أن أكثر من 386 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية الحادي الوخيم محذرا في الوقت ذاته من أضرار أغلاق المدارس والمستشفيات الذي يهدد حصول الأطفال على الخدمات التعليمية والطبية لافتا إلى وجود ما لا يقل عن مليوني طفل خارج المدارس تقارير حقوقية كانت قد اتهمت الحوثيين بقصف وتدمير أكثر من ألفي مدرسة جزئيا وكليا واستخدام أكثر من 1500 مدرسة أخرى كسجون وثكنات عسكرية وأشار التقرير إلى أن الحوثيين قاموا بتجنيد أكثر من 23 ألف طفل واستمروا بتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك واختطافهم من المدارس والضغط على الأسر وأولياء الأمور لإرسال أبنائهم إلى المعارك في انتهاك صارخ لحقوق الأطفال والتي ترقى إلى جراء محرب